السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله بازن الله احنا الاسبوع دوت اه بالخاص بالحل والاختبارات الالكترونية على الاسبوع اللي فات. طيب الاسبوع اللي فات احنا عملنا اي شرحنا كامل لتالتة سنوية. طيب الاسبوع ده هيبقى عبارة عن الحل والاسئلة التركات اللي بتكون على ده. وبنشوف مسلا لو هنستنى برضو الكتب لما الكتب تنزل ان شاء الله هنحل التمارين اللي عليها. لو انت اول مرة تشوفني يا ريتشار القناة على قد ما تقدر. ولو عجبك محتوى القناة او الفيديوهات اللي موجودة على القناة. يا ريت توصل القناة لصعبك عشان نوصل القناة الاكبر عدد ممكن. طيب بسم الله احنا النهاردة هنشرح او هنشوف الاسئلة التركات الاسئلة الصعبة اللي بتحير الطلبة. والاسئلة الصعبة ديت خد لك ركز فيها قوي لان امتحانك بمعتمد على الاسئلة دي. وانا قلت لك ان بعد كل شرح همسك الاسئلة الصعبة اللي على اليونت ده وهشرحها لك. طيب سم الله. احنا هنحل اسئلة ديت على المقارنة والتفضيل اللي وكان اول جزء شرحناه في طيب سم الله. بيقول لي هنا بيقول لي علي is not stronger than احمد طيب دلوقتي ما ياربع اختيارات او الاختيار مور طيب وعطيني هنا دي صفة مقارنة طيب صفة المقارنة دي احنا عندنا صفة قصيرة وصفة طويلة. دلوقتي الصفة القصيرة. احنا كنا بيقول الصفة القصيرة. بيجي اي ار وبعد كده بيجي. ده اللي احنا قلناه لما كانت الصفة قصيرة. ولما كانت الصفة طويلة كنا بنقول او مور وبعد كده بنجيب الصفة وبعد كده بنحط يبقى ديت في حالة الصفة لو كانت قصيرة ودي لو كانت الصفة طويلة واللي هسيب لك تحت برضو اللينك بتاع الفيديو الشرح بتاعه علشان لو انت ما سمحتوش تروح تسمعه. طيب يبقى دي صفة قصيرة ودي صفة الطويلة طيب دلوقتي دلوقتي هو اجاب لمن اللي هي الصفة قصيرة اي ار ذان. صفة قصيرة اي ار ذان. الاول بس هو عايزني احط حاجة قبلها احط حاجة هنا. هو انا خدت اللي انا خدته هنا كان عبارة عن حاجتين لو تفتكر معايا كبه. حاجة اسمها تقوية الصفة. وحاجة اسمها اضعاف الصفة. انت بقوي الصفة بحاجات زي. حاجات دي كانت بتقوي الصفة كنت بعمل اضعاف الصفة او 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 بدرجة طفيفة. يبقى كنت بعمل تقوية بالحاجات دي اتو بعمل اضعاف بالحاجات دي. الحاجات دي كانت بتيجي فين في الجملة? كانت بتيجي قبل القاعدة دي او دي. كانت بتيجي هناك ده بالزبط. تمام? فلما كنت بقاوز اقوي الصفة بداية كنت بقول مطش مسلا صفة اي ار ذان. لو كنت عايز اعمل لها اضعافة بقول صفة اي ار ذان نفس النظام في القاعدة دي. طب دلوقتي هو اجاب القاعدة. اهي. اللي هي صفة اي ار ذان. وعايز حاجة قبلها. المفروض حاجة زي من دي صح? ده اللي احنا قلناه. طيب هل دول فيهم حاجة موجودين هنا? لا. ازا ديت فكرة مختلفة او فكرة جديدة بالنسبة لي. ايه هي بقى الفكرة ديت? بقول لك ان القاعدة دي. اللي هي صفة اي ار ذان. ممكن استخدم قبليها. يبقى القاعدة اللي هي صفة اي ار ذان ممكن احط قبليها لس. ممكن احط قبليها لس. وما شفحش احط مور. يبقى القاعدة الاولى ديت انا كنت بحط لس ومور مع الصفة الطويلة. دلوقتي الصفة قصيرة ينفع احط معها يعني اقول وننفعش احط يبقى هنا بالمثال اللي عندي احط مين احط طبعا ما ينفعش لان دي عايزة صفة عايزة يحلز التفضيل او صفة التفضيل يبقى اقول دي ايه يبقى صفة دي موضحتان ودي نفس النظام بتعدي ومور قلنا ما ينفعش يبقى هي تنفع بس مين هي تعالى ركز في الجملة اللي بعدها وانا بشرح قلت لك جملة مشابهة زي دية كده ركز معي فيها قلت لك رامي وانا بشرح قلت لك الجملة ديت او جملة مشابهة ديت في الشرح طيب قلت لك ان هنا لما لاقي ولاقي وهنا صفة مقارنة بستخدم هنا بستخدم الصفة زائد يعني لو على المسال ده والاختيارات دي فبختار طولر طب خبه لكن هنا كان في صفة مقارنة صفة مقارنة يعني بقرم بين حاجتين لكن ديت صفة تفضيل صفة ايه تفضيل يبقى عندي لما كانت صفة مقارنة استخدمت صفة اي ار ذان لكن لما تكون صفة تفضيل احنا عارفين صفة تفضيل يا ذا صفة اي اس تي يبقى لما تكون صفة تفضيل اللي هي اكتر من شخصين بستخدم ذا صفة ذا صفة اي اس تي طيب صفة مقارنة لما بيكونوا شخصين بستخدم ذا صفة اي ار تمام وبما اني قلت حرف الجر اف مع صفة التفضيل فاركز معي في المعلومة دي دلوقتي انا عندي صفات التفضيل صفات التفضيل بيجي معها حرفين جر اول حرف جر بيجي معها هو ان ان بيجي بعديها اسم مفرد الحرف الجر التاني اف وبيجي بعديها حاجتين اما الحاجة دي او الحاجة دي قل لي اما بعد اف يجي اسم او يجي بعد اف تاريخ او سنة يجي بعد اف سنة طيب دلوقتي انا عندي صفات التفضيل اللي هي ذا صفة اي اس تي او ذا موست او ذا لست وبعد كده بجيب الصفة طيب دلوقتي صفة التفضيل جت بيجي مع حرف جر ان بعدها اسم مفرد لو جات او فبعدها اسم جمع او سنة تعال نحل تلاتة امثلة اللي تحت بيقول لي هي اذ هي از ذا بست مش ذا بست دي صفة تفضيل يبقى افضل معها حرف جر واحد من دول طيب بعدها ايه اسم مفرد اللي هو الفريق يبقى مين يبقى اقول هنا ان ان ذا تيم سلمة از ذا كليفورست مش ديت صفة تفضيل اه يبقى او عايز حرف جر هنا يا اما ان يا اما اف طيب ديت اسم جمع او اخر اس اسم جمع يبقى باخد اف اللي بعديها برضو نفس النظام جايب لي سنة هيت وجايب لي صفة التفضيل او صفة التفضيل هيت بقى باخدت هنا ايه بحط هنا اف لاني بيجي بعديها السنة تمام يبقى احنا كده الوقت اخدنا معلومتين مهمين جدا ايه هم القاعدتين دول او المعلومتين دول ان هنا بعد بعد حرف الجر لما يكون صفة التفضيل فجملة بتكون صفة التفضيل بتاعتها بصفة طيب وي هنا بتكون شخصين يبقى لي الصفة مقارنة وبحط صفة طيب صفة التفضيل بقى صفة التفضيل ممكن يجي مع حرف الجر اف فالوجات مع حرف الجر اف يبقى ازا عيج بعديها اما اسم جم او يجي بعديها سنة تمام لو جاب ان فبيجي بعديها اسم ايه اسم مفرد تعال اركز مع بعض في رقم تلاتة بقول لي الامثلة ديت كتير من الناس سألتني عليها هو المشكلة هنا مش في انك منتش فاهم الدرس لأ المشكلة هنا في انك منتش فاهم الدرس بتاع الدمائر فديت بوزت معك في الدرس ده لما دخل الدرسيين في طبعه تعال نشوفوا ايه الموضوع ده هو استخدم هنا تمام صفة ايه مكرنة صفة اي ار ثان بعد كده جاب مين جاب اي طيب اي دي اي اي دي فاعل اي دي ات فاعل وجاب نقاطي باكده انا عايز مين عايز فاعل طيب الفاعل اللي عندي هنا هو جاب لي ام واز ودو وداز طيب اختار ان هو فاعل فيهم اول انا هستبعد هي الاي بتيجي مع از لا الاي بتيجي مع داز لا يبقى فضي لي ام وفضي لي دو. طيب برجع للفعل الاساسي اللي عندي. هو الفعل اس ده طيب الفعل ده فعل اساسي ولا ام ولا ازوار انا طبع ام وازوار طالما طبع ام وازواري بقى اكمله ام وازوار طب لو هو فعل اساسي زي يلعب ويأكل ويجري ويصوم والحاجات ديت بختار دو او داز على حسب الفاعل طيب هنا اختارها ام علشان اي وي علشان اصلا كان اساسي ام وازوار طب تعالي نشوفي المسال ده جاب وما جابش الفاعل بعدها ما جابش الفاعل بعدها اللي هو ده بجيب هنا على طول حاجة اسمها ضمير مفعول ضمير ايه ضمير مفعول ضمير مفعول طيب هو بشوف الضمير المفعول اللي عندي هنا اولا هو انا عندي ضمير الفاعل من اي ضمير فاعل من اي دية هذا اي ضمير الفاعل هنا اي ضمير المفعول بتاعه هو مي تمام? هو ده اللي عايزه في المسال ضمير الفاعل كان اي . ضمير المفعول بتاعه هو بيكون مي. للي ما يعرفهاش ذكرها كويس وان شاء الله في ففيديوهات الجمعة الخاصة بتأسيسا هنشرح الحاجات ديت بالتفصيل. يبا عندي لقيت فاعل باختار بعدي فاعل فبرجع للفاعل لقيته بكمل لقيته فاعل اساسي باخد على حسب الفاعل طيب لأ ما لقيتش الفاعل عندي فبحط ضمير مفعول على طول وبشوف هنا ضمير المفعول اللي لقيته عندي هو طيب فيها مشاكل ديت يا مستر ما فيهاش اي مشاكل طيب على نحل مع بعض المسالين اللي موجودين تحت دول بيقول لي طيب معي ومعي هيت معي فاعل معي بعد جاي عجب مين جاي فاعل ابرا يا انا ناقصني اجيب مين يا مستر ومعايصني هنا اجيب مين اجيب هنا الفاعل وانا جبت فاعل ابرا جاي سني مين عايصني الفاعل طيب الفاعل اللي انا اختره هنا اختياراتي عندي طيب هو بالنسبة لهنا ده فاعل нет ازوار? لا. يبقى طالما مش ام وازوار يبقى اشيل ام وازي بفضيل لي دو ودز. زي بتاخد دو ولا دز? بتاخد دو ولا دز? لا بتاخد دو. يبقى هنزلها دو. يبقى طيب هنا شال شال الفاعل ده من هنا. ولقيت برضو عندي الفاعل برضو مش ام والازوار برضو عايز دو. بس ركز معي هن. دلوقتي انك قلت بحط الفاعل هنا لما كان بيبقى عندي فاعل. بس هو شال هنا من عندي لايه? الفاعل. ولتاك لما يشيل الفاعل تنزل ضمير مفعول. طب الضمير المفعول بتاع زي? الضمير المفعول بتاع زي هو ذم. وبالنسبة للضمير انا اشرح لك. ان شاء الله يوم الجمعة. تعال في رقم اربع. بيقول لي ماي ماي كار از بيتر ذان مقاط كار. اذا بيتر وادا ذان. دي صفة مقارنة. صفة اي ار ذان. وحضت نقاط وجايب لي كار. وعايز قبل كار ضمير. عايز قبل كار ضمير علشان يوصلوا بالعربية. فلو نترجم بقول لك ان عربيتي بتكون افضل من عربيت كازه. مين هو بقى عربيته? ولا عربيتها? ولا عربيتك? ولا ايه? حاجة اشوف هنا اللي ينفع يتحط ضمير لاننا عندي في حاجة اسمها ضمير ملكية وعندي حاجة اسمها صفات الملكية. انا عايز هنا صفة ملكية. علشان تنتسب لمين? للضمير? للاسم اللي عندي. عايز صفة عشان انسبها للاسم اللي عندي اللي هو المفروض اسمها صوف. طيب. المفروض هنا انهي صفة ملكية موجودة عندي. صفة الملكية اللي موجودة عندي الوحيدة هي هز. صفة الملكية اللي موجودة عندي هي هي هز. صفة الملكية اللي موجودة عندي هنا هي هز فهنا بقول طيب بديت اسمها ضمير ملكية ودي ضمير ملكية ودي ضمير ملكية يعني ايه ضمير ملكية يعني من الاخر ما بيجيش بعديهم ايه ده اسمها ايه ضمير مفعول دول ما بيجيش بعديهم اسم لان ده ضمير ملكية ده اسمه ضمير ضمير مفعول ضمير مفعول ده اسمها سفة ملكية سفة ملكية بحط بعديها الاسم عالي وبتتنسب لي الاسم. فبقول يعني عربيتي افضل من عربيتك او عربيته. طيب تمام دي تمام دي مفهاج مشاكل. جيت تحت خالص. طيب هو انا قلت لك انا قلت لك الحاجات اللي ما بتحتاجش بعديها اسمه هو اسمه ايه? دمير ملكية. دمير الملكية. وببص عن دي لقيت ده? ده دمير فعل فبشيلو مش عايزينه ده دمير فعل مش عايزه. ده ضامير ايه? ضامير مفعول برضو مش عايزه. طيب ده ده صفة ملكية يعني عايز بعديه اسم. لكن ده الوحيد اللي هو ضمير ملكية. اللي جب في الاخره اس عشان مش عايزين بعديه اسمي. يعني عربيتي بتكون افضل من عربيتك. من فاش حطي دول لان دول حاجات تانية مش مكانهم خالص. طيب. كده خلصنا امسيلة النهاردة. شايف الموضوع يعني غير الشرح. لا شايف حاجات جديدة بتطلع. اسئلة رخمة بتغلس عليك. بتحس ان في حاجات ان الشرحي راح معاك فلت منك. بس كل معلومة جديدة تاخدها اكتبها ودونها عندك. ومع الوقت ان شاء الله هتثبت في دماغك وانت بتحل كتير. وزي ما انت عارف ده كان اول اول فيديو للتركات اول فيديو للتركات بتاعة وان شاء الله نزل لك واحد با اتنين تلاتة اربعة استغل حاجة زي كده انا بنزلها لك واكتبها عندك. لو انت اول مرة تسمعني. اه موعيد نزول فيديوهاتنا يوم الاتنين والخميس والجمعة الساعة تمانية. يوم الاتنين والخميس ده بيكون فيديوهاتك خاصة بالمنهج بتاعك والتركات والاسئلة والحاجات والاختبارات دي كلها. ويوم الجمعة بينزل لك فيديو خاص بالتأسيس. طيب في ناس بتسألني بتقول لي يا منصدر انت بتنزل فيديوهات تانية غير المواعد دي. طيب الفيديوهات التانية ديت انا بنزلها زيادة ليك. يعني انت استغل لي حاجة زي كده. انا بنزلها لك زيادة. طيب انت نزل لك فيديوهات زيادة استغل لها. بس كده لو انت وصلت معايا لحدنا يا ريك بس اتعرف صحابك بالقناة عشان القناة الاكبر عدد ممكن. وكمان عشان نقدر نكمل معاك منهج تلت سنوي لاخر السنة. لو لات دعم كويس ان شاء الله منكم. هكمل منهج تلت سنوي ان شاء الله لاخر السنة. هشافكم على خير الفيديو اللي جاي. سلام.